سنستخدم في هذه الدورة مستندات جوجل فهي تسمح لكم بالبدء بطريقة صحيحة دون الحاجة إلى تنصيب برامج نظراً لأن البيانات التي نعمل عليها متاحة سلفاً للعموم فلا حاجة للقلق كونها غير مخزنة على القص المحلي الخاص بنا لذا دعونا ننشئ جدولاً ونقوم بتحميل البيانات قبل كل شيء لننتقل إلى جوجل دوكس doc.google.com في المتصفح الخاص بكم إذا لم تكن مسجلاً للدخول إلى جوجل دوكس فأنت بحاجة إلى تسجيل دخول التمكن المتابع ثم سننتقل إلى جوجل شيتس وهو الجزء المخصص لجداول البيانات ضمن حزمة تطفيقات جوجل دوكس مجرد وصولكم إلى جوجل شيتس يمكنكم إنشاء جدول بيانات جديد بالنقر على الزر الأحمر الذي يحوي إشارة زائد الموجود في الزاوية السفلة اليمنى أصبح لدينا الآن جدول بيانات جديد لذلك لنقم باستيراد بعض البيانات يمكننا القيام بذلك عن طريق النقر على ملف ثم استيراد وفرنا لكم ضمن هذا الفيديو مجموعة بيانات عملية وما نحن في طريقنا للقيام به هو الرفع هذه البيانات من القرص الصلب الخاص بنا إلى الجدول الجديد الذي أنشأناه في جوجل يمكننا ببساطة سحبه وإفلاته في هذه النافذة لدينا الآن بعض الخيارات لإنشاء جدول بيانات جديد وإدراج ورقة عمل جديدة واستبدال جدول بيانات الموجود في حالتنا هذه أود إدراج بياناتي في ورقة عمل جديدة ضمن جدول بيانات الموجودة لدي يمكنكم الآن رؤية كل البيانات التي قمنا باستيرادها ضمن جدول البيانات الخاص بنا من المهم أن تقوم بإنشاء نسخة قبل البدء بأي شيء ويتم ذلك عن طريق الذهاب إلى قائمة ملف أعمل نسخة تبقي هذه الطريقة بياناتكم الأصلية كما هي بحيث يمكنكم دوما العودة إليها في حال حدوث أي خطأ سأطلق عليها اسم نسخة عن البيانات العملية بحيث دل الاسم على ماهيتها ومن ثم أذهب للنقر على زر OK وسترون الآن أنه أصبح لدينا ورقة عمل جديدة تضم بداخلها كافة بياناتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر